في خطوة جديدة أغلقت محل الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن أبوابها وأوقفت تعاملاتها البنكية وبحسب المصادر فإن الإغلاق سيستمر حتى يوم السبت المقبل هل هي الإجراءات التي قامت بها محل الصرافة جاءت استجابة لدعوة وجهها البنك المركزي في عدن عقب الانيار الكبير للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 682 ريالا بعد أن كان في الأسبوع الماضي بسعر 650 ريالا فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 178 ريالا ابتدأ هذا التدهور أكثر عندما انقسم سعر صرف العملة بين مناطق الحوثيين ومناطق الحكومة الشرعية فقد طبعت الحكومة عملة نقدية جديدة لم تقبل ميليشيا الحوثي بتداولها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ما أدى إلى انقسام في سعر العملة على مستوى اليمن هذا التدخل الحوثي في السياسة النقدية هدفه التكسب غير المشروع وقد يقود إلى مخاطر كثيرة بحسب خبراء اقتصاديين منها عدم استطاعة وزارة المالية تحويل مرتبات الموظفين إلى مناطق سيطرة الحوثيين وتكدس السيولة النقدية في مناطق وانعدمها في مناطق أخرى الخطوات الحوثية لم تقابل بتحركات حكومية واسعة أو ضغوط دولية لإجبار ميليشيا الحوثي على قبول العملة الجديدة وإنهاء حالة الانقسام الاقتصادية وتحييد هذا الملف عن المعركة السياسية والعسكرية في هذا التوقيت أعلن البنك المركزي وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية بمبلغ 227 مليون دولار لتغطية طلبات عملاء البنوك في مختلف المحافظات وفتح اعتمادات استيراد السلع الأساسية فهل ستجنب هذه الخطوات الريال اليمني مخاوف السقوط أكثر؟ وما الذي بجعبة البنك المركزي ووزير المالية والحكومة الشرعية من أوراق لإنقاذ الاقتصاد اليمني وإيجاد سياسة نقدية ثابتة؟ ترجمة نانسي قنقر